بعد أيام قليلة على اجتماع عقدوه مع وزير الخارجية ومحافظة البنك المركزي ليمني أصدر سفراء الدول التسعة عشر الرعي لعملية السلام بياناً وصف بأنه دعم قوي لجهود الحكومة الشرعية السياسية والاقتصادية بما فيها تلك التي اتخذتها مؤخراً لوقف تهريب المشتقات النفطية إلى البلاد لصالح الإنقلابيين انشغل بيان السفراء بالبعد الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر لكنه على الصعيد السياسي أكد دعم بلدانه من العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص لليمن مارتين غريفث ودعمهم كذلك لتنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم في شهر ديسمبر من العام المنصر ورحب البيان بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية العام 2019 لكن السوفراء شددوا في بيانهم على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفية الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية وأكدوا في الوقت ذاته الحاجة إلى أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة بما يمكنها من تقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء وأثنى بيان السوفراء التسعة عشر على خطة العمل الطارئة التي تبنتها الحكومة عبر البنك المركزي والهادف إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني تحقيقاً لهدف تعزيز الاقتصاد ومعالجة الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية وزير الخارجية خالد اليمني علق على هذه الجزئية المتصلة بتأييد المجتمع الدولي لخطوات الحكومة بشأن وقف أعمال تهريب النفط إلى المتمردين بالقول إن المجتمع الدولي تحدث بصوت واحد ويقف مع الحكومة اليمنية عبر تقديم كافة التسهيلات لها لاستعادة كافة المؤسسات الحكومية ورفب أي تعامل مع الميليشية الإنقلابية في هذا الجانب وهو ما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية لكن المراقبين لا يرون في بيان كهذا سوى أنه من جملة البيانات التي لطالما صدرت عن هذه المجموعة من السفراء طيلة السنوات الماضية ولم تكن حاسمة في تأييد خيارات الحكومة ومنع التهديدات التي واجهتها وانتهت بالانقلاب الشامل على الدولة وعلى خيارات المجتمع شكرا